عربي بلسان فرنسي وستجدون أنكم أصبحتم تعدون بالفرنسية إذن هيا نبتدئ بسم الله سوف نبتدئ أولا الأعداد من صفر إلى تسعة عشر صفر زيغو واحد آن اتنان دو تلاتة خوة أربعة كاتر خمسة سنك ستة سيس سبعة ست تمانية ويت تسعة نف عشرة ديس إحدى عشر أنز اتنى عشر دوز تلاتة عشر تخيز أربعة عشر كاتر خمسة عشر كانز ستة عشر سيس سبعة عشر ديس ست تمانية عشر ديس ويت تسعة عشر ديس ناف والآن الأعداد من عشرون إلى تسعة وتسعون عشرون 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 30 30 48 40 30 30 30 40 30 نضيف في رقم اثنان تخونت دو وهكذا في الاعداد اربعين كارونت كارونت اي ان واحد واربعون ونستمر بالعد الى تسعة واربعون لتصبح كارونت ناف بعد ذلك ننتقل الى العدد خمسون سنكونت ونضيف كذلك الواحدات فتصبح سكونت اي ان واحد وخمسون سكونت دو اثنان وخمسون ونستمر بالعد الى سكونت ناف دسعة وخمسون لتصبح بعد ذلك ستون سواصنة ونضيف مثل ما سبق واحد خلف ستة تصبح واحد وستون سواصنة لكن القاعدة تختلف في سبعون سواصنة ديس لا نضيف واحد خلف الاعداد الاخرى فتصبح واحد وسبعون فتصبح بالفرنسية سواصنة اونز يعني الرقم الذي العدد الذي يلي عشرة كما رأيتم سواصنة ديس العدد الذي يلي عشرة هو احدى عشر يعني سوف نقول سواصنة اونز ثم العدد الذي يلي احدى عشر هو سواصنة دوز وهكذا نستمر بالعد الى سواصنة ديس ناف تسعة وسبعون لننتقل الى تمانون بعد ذلك سوف نحصل على القاعدة الاولى وهي واحد وتمانون بعد ذلك نستمر بالعد الى تسعة وتمانون بعد ذلك سوف ننتقل الى هنا سوف نطبق كما قلنا في القاعدة الاولى على سبعون لتصبح وهكذا نستمر بالعد الى كاتخوفان ديس ناف تسعة وتسعون وهكذا نكون قد اتممنا الاعداد من عشرين الى تسعة وتسعين والان سوف نرى الاعداد من مئة الى تسعة مئة وتسعة وتسعون مئة صن مئة وواحد صن ا مئة واثنان صن دو وهكذا نستمر بالعد باضافة الارقام التي او الاعداد التي رأيناها من قبل خلف العدد مئة صن فنستمر بالعد الى الوصول الى العدد مئة وتسعة وتسعون لتصبح مئتان دو صن وهكذا نستمر بالقاعدة كما رأيتم في العدد مئة نقوم بالعد بمئتان دو صن مئتان وواحد ونستمر بالعد الى الوصول تلات مئة تخوة صن كما رأيتم نضيف العدد الفرضي كما رأينا من واحد الى تسعة 1 2 3 نضيفها قبل المئات يعني تصبح مثلا نريد نقول مئتان نقول 300 400 400 400 500 500 500 600 600 600 700 700 800 800 900 900 إلى غاية 999 فنقول 989 بعد ذلك سوف نكون قد انتهينا من الاعداد وعرفنا القاعدة من مئة الى تسعمائة وتسعة وتسعون بعدها سوف نرى الاعداد الكبيرة وهي اعداد تكون مركبة نعم كلما اضفنا العدد الكبير ناليه بالاعداد اصغر منه نعم بعد انتهائنا من تسعمائة وتسعة وتسعون سوف ننتقل الى العدد الف ميل ميل نعم وسوف ننتقل كذلك بالاعداد كما رأينا بالمثال الاول للمئات للمئات سوف نقول مثلا الفين دو ميل ثلاثة آلاف تخوى ميل وهكذا الى ان نصل الى تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ناف ميل ناف سان كتر وفين ديز ناف لننتقل وراءها الى مليون مليون واحد مليون نقول مليون اين مليون ثم ننتقل بالملايين دو مليون تخوى مليون ثلاثة ملايين اربعة ملايين الى غاية نتوقف الى واحد مليار اين مليار وهكذا نستمر بالعد دو مليار ثلاثة مليار الى آخره وهكذا اكون قد انتهيت من درس الاعداد كما لاحظتم القاعدة هناك كالعربية هناك تراكب في الاعداد لنكون عدد اكبر منه عندما نكون قد طبقنا القاعدة فان العد سوف يصبح اسهل في الفرنسية ما عليكم الا مراجعة الدرس جيدا وهكذا سوف تكونون متميزين في العد بالفرنسية ارجو ان اكون قد وفقت في شرح هذا الدرس لا تنسونا باشتراككم في قناتنا دومتم في احسن حال وسوف تصبحون ان شاء الله عربي بلسان فرنسي مع هاتي القناة والسلام عليكم